السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم 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 وبركاته إنه هذا رجب منها من أشهر الحرم كما جاء في القرآن الكريم إنها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ومنها هذا شهر رجب الاصاب أو شهر رجب الاصام مaka Alhamdulillah kita ada di bulan رجب yang begitu mulia, yang begitu agung yang disebut dengan رجب الاصاب atau رجب الاصام dimana ini adalah termasuk daripada 4 bulan yang haram diantaranya adalah bulan رجب yang mulia yang kita sekarang ada di dalamnya yang mana insyaAllah kita mendapatkan kemuliaan daripada keberkahan bulan رجب yang mulia ini و هذا رجب أيضا يقاله رجب بالبركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا الشهر بالبركة وقاله في الدعاه المشور اللهم بارك لنا في رجب و شعبان وبلغنا رمضان dan juga bulan رجب disebut oleh para ulama sebagai bulan yang penuh dengan berkah kenapa? karena نبي صلى الله عليه وسلم mengucapkan dalam doanya yang kita tahu yaitu اللهم بارك لنا في رجب ya Allah berkahilah bulan رجب dan berkahilah bulan شعبان dan sampaikanlah kita kepada bulan suci رمضان و هذه المواسم العظيم الذي الله سبحانه وتعالى وفرها وفرها وفرصة للأمة محمد أن كل واحد يجدد فيه الباب للتوبة مع الله سبحانه وتعالى ويجدد عظم على أن يقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا القصير عمرها